المطبات الجبال أيها السادة كما يصفها بعض المواطنون في الشحر أصبحت تشكل عائقا ومعارقلا لأصحاب المركبات حيث تجاوزت وظيفتها في تهديئة سرعة المركبات إلى خرابها وقصر عمرها الافتراضي وتتسبب في أذية المرضى والنساء الحوامل من الركاب وتجدها منتشرة في كل شوارع المدينة الرئيسية والفرعية دون معايير أو مواصفات تضعها إذارة المرور كاميرا حضر موت في أسبوع صلتت الضوء على هذه المعاناة نتابع في سياق هذا التقرير تزايد الحفر والمطبات في الأوينة الأخيرة في الشوارع الرئيسية والحارات بشكل ملفت في شوارع مدينة الشحر مشكل مصر إزعاج للمواطنين بص مناشدات متكررة لضوء الاختصاص بضرورة إيجاد حلول لهذه المعضلة لما يخدم المواطنين وعدم إلحاق الضرر بمركباتهم تجد في كل شارع مطب هذا شيء مش تمام ولازم المطبات يكونين بتنسيق معين ويكون عند الأماكن كالمستشفى أو المدارس أو الأماكن ولكن كل مكان تحصل فيه مطب هذا شيء ليس لايك في البلد ناشد السلطات المحلية بمدينة الشحر لمعالجة أمور المطبات التي زالت في مدينة الشحر وأيضا التطرق إلى موضوع الحفر التي تسبب عائل كبير في موضوع السيارات وخاصة السيارات الكبيرة وخاصة المطبات في الشوارع العامة للمدينة إدارة شرطة السيرة التابعة لأمن مدينة الشحر بالتعاون مع مكتبين أشغالي والنقلة دشنت حملة لأعادة ترتيب المطبات في شوارع الرئيسية وفق المواصفات المطلوبة وتسعى لإزالة المطبات العشوائية وترتيب الشوارع ورفع السيارات الكندمة من على جنبات الطرق نحن الآن في صدد حملة بترتيب وتنظيم حركة السير في مدينة الشحر وذلك من خلال هذه الحملة سوف نقوم بالتاهيل وإعادة بعض المطبات التي موجودة في المدينة حيث قمنا بإصلاح بعض المطبات الجديدة ونحن كذلك سوف نزيل بعض المطبات التي هي عشوائية أو غير إيست بمواصفات الجيدة نحن نعاني طبعا من كثير من المشكلات في الطرقات وخاصة في أعمال الحفريات طبعا نحن لا ننصح بإعادتها بالمادة الخرسانية طبعا لعدم تجانس المادة الخرسانية مع المادة الاسسلطية طبعا نحن في الشحر مقدمين مشروع لإعادة تاهيل وصيانة بعض الشوارع وطبعا هذا المشروع إن شاء الله يشوف الضوء ومقدم للآخر محاق وينتظر المواطنين سرعة تنفيذ مشروع رصف وسلفتة عشرين كيلو موزعة على مدينة الشحر والحامي والأرياف والتي تم وضع حجر الأساس لها من قبل المحافظة البحسني وينتظر التنفيذ مطلع العام الجديد اشتركوا في القناة